طيب قصة مباراة الاهل والمصري في كأس الربطة فيه نقاط مهمة جدا عايز اتكلم عليها اولا الفترة الاجندة الدولية من 20 ل 29 مارس طيب الفترة دي كلها الربطة عملت ايه؟ حددت مباراة كأس الربطة طيب قدامنا على الشاشة ده خبر الاهل النهاردة اعلنوا بشكل رسمي ان الاهل يطلب تعجيل مباراةه في كأس الربطة لهذه الاسباب وفي سياق الخبر مكتوب تفاصيل مهمة جدا موجهة من ادارة النادي لربطة الاندية المصرية ليحة مسابقات الربطة بتنظم مسابقة الدورة العام وكأس الربطة تمام؟ انا هستعرض المكتوب في الخبر قدامكم على الشاشة بس من غير اراية اشرح لحضراتكم بشكل بسيط جدا عشان نستفهم معنا ايه الموضوع حضرتك وانت بتعمل ليحة ربطة الاندية المحترفة قلت فيها مثلا يعني في الاحكام الختمية ان لو الاهل او اي فريق عنده اكتر من اثنين لعيبة في الاجندة الدولية ليه حق انه يطلب تعجيل المباراة طيب ليحة المسابقات بدعة الربطة بتنظم الدوري وبتنظم كأس الربطة ما هالربطة هي اللي بتدير؟ بتدير المسابقتين الدوري العام وكأس الربطة هل دي ليحة ودي ليحة؟ ما شفناش هي ليحة واحدة طب اللايحة الواحدة لحكام الختمية مكتوب فيها ايه؟ انك لو عندك اكتر من اثنين لعيبة تطلب تعجيل المباراة الاهل عنده ايه بقى؟ برستاو أليو ديانج علي معلول ادي تلاتة في منتخبات جنوب افريقيا ومالي وتونس عندهم تصفيات امم افريقيا الموهلة للقودفور زي بالظبط الاهلي زي بالظبط منتخب مز اللي عنده مباراتين مع منتخب ملاوي ادي تلات لعيبة فبالتالي خلاص حنا نتخطن العدد لا اصبر بس ده فيه اكتر من كده عندك اربع لعيبة في المنتخب الاولمبي اللي عنده مباراتين مع زنبيا في التصفيات الافريقية المؤهلة لأولمبياد تباريس فكده بقينا سبعة طب خش على المنتخب الاول عندك سبع لعيبة النهاردة تم اعلانهم من روي فيتوريا الشناوي ومنعم وقهربة ومروان عطية وحمد فتحي ومحمد هاني بنتكلم على سبع لعيبة فبنتكلم في اربعتاشر لعيب اربعتاشر لعيب من صفوف الفريل الاول في المنتخبات مصر تونس مالي جنوب افريقيا وكمان منتخب مصر الاولمبي فعايز نلعب كاسر ربطة ما عنديش مانع ألعب كاسر ربطة بس حضرتك قلت ايه في لايحة كاسر ربطة قلت انك لما تيجي تلعب مبارات كاسر ربطة تلعبها بدون الدوليين من خلال لعب الفريل اول يعني لو عايزة طلع فريل 2004 مثلا يعني يلعب المبارات زي ما حصل في تجربة بيتسو لما كانت كاسر ربطة في اول نسخة بمجموعات لعبنا بفريل 2003 و2004 حضرتك قلت لا لايحتك قالت لا ألعب الفريل اول بدون الدوليين الفريل اول بدون الدوليين يعني ايه اللاعبي الفريل اول اللي بلعبه في الدور الممتاز ولمقايدين حتى في القائمة الافريقية ده معنى اللايحة بتاعتك اللي انت عايز تقولها ما تجيب ليش فريل الناشئين مثلا طب انا هلعب بمين لما الـ14 يكونوا في المنتخبات هلعب لك ماتش المصري مثلا بـ15 أو 14 لعيب يعني العدد غير كافي تكافؤ الفرص غير موجود هو انت مش البند الاساسي في اللايحة عندك العدالة ما بين الاندية اين العدالة اين العدالة اولا لا في تكافؤ فرص ولا في عدالة طب سيبكم من كل ده انا بس بحط المعايير كلها للربطة عشان الناس تبقى سامعانا دلوقتي تبقى عارفة المشكلة فين الحاجة التالتة ماتش الهلال السوداني مع القالة هيتلعب امتى 31 مارس 31 مارس ده المعادل المبدئي ممكن يكون 1 إبريل نتمنى يبقى 1 إبريل بس نفترض 31 مارس ماتش الاهل والمصري امتى 27 مارس هل منطقي ألعب مباراة في كاس الرابطة 27 مارس وعندي مباراة بعدها بـ 72 ساعة مع الهلال السوداني مباراة حاسمة وفاصلة هنقرر نفس الخطأ اللي حصل لما حضرتك حطت لمطش المقولين قبل ما سافر جنوب إفريقيا بـ 48 ساعة يعني هلعب مطش المقولين الثلاث سافرت الاربع اتمرنت خميس جمع لعبت السبت شفت المستوى الفني والبدن ومبارح كولر اتكلم ان التوقيت كان صعب جدا ما تمش تحضير اللي عابين بشكل قويس في الظل نقص الأكسجيني اللي موجودين اللي موجود فيه جنوب إفريقيا فحضرتك تيجي تحطني نفس المشكلة قبل ما لعب مع الهلال الجولة الفصلة لعب مع المصري من 27 طيب ما النهاردة احنا بتكلم كام النهاردة 18 ليه خليتها 27 اه طبيعي الاهل هيرجع ياخد مثلا يومين 3 اجازة طيب ما لسه عندك مساحة وقت ما انت ممكن تلعبها في شهر 6 لما تخلصت دوري ما فيه فرق في مصرية ممكن تخرج من أفريقيا فبالتالي الموعيد تبقى متاحة ليك انا قلت لحضراتكم العناصر لعبت المنتخبات ليحة الرابطة بتقول ايه اكتر من اثنين لعيبة تطلب التعجيل واعتقد اعتقد بنسبة كبيرة الرابطة اعتقد يعني لازم توافق على هذا الطلب لانها لو ما وفقتش على هذا الطلب اعتقد هيكون فيه مستجدات اخرى خلال الفترة اللي جاي احكام الختمية اللي لاحية الرابطة المدى بمية وتسعة واضحة لا تقبل اي جدل يا حج عامر انت اللي كاتبها بنفسك